هو ايه مقاييس العفاف المفروض تكون متوفرة لو انا حت عنها يبقى خلاص انا مفيش عفاف موجود يعني ايه المقاييس اول حاجة العلن والسر هل العلاقة اللي بينكم دي علنية طيب هل العلاقة اللي بين ناسين وصاد مش انا طيب وانت ولا مش انت انا مادي انا لا ببحث عنك ولا اعرف اسمك اصلا طيب خليك سين وصاد بس هو عايز يبرق نفسه قدام عيلته انه لا هو الشيخ الاسلام وانه هو يعني عبدالقادر الجلاني طيب ماشي ما فيش بانع انت عبدالقادر الجلاني يا عم الكتفوت لكن انا بقولك الانسان كانسان انت يا انسان مش انت اللي هو الشخص اللي قدامي ده هو انت يا انسان في سرية في هذه العلاقة لا ولا في علنية لا في علنية خلاص ادي دي اوائل مظاهر العفاف لما ابو يا امي بيدخلوا علي وانا بتكلم بوطي صوتي لا ما بوطي الصوتي بتكلم مين اللي بتكلم فاطمة بتتكلم معايا في الطرف التاني وهي كذلك وما بتدخل عليها ولا ابوها مين اللي بيتكلم اللي هو حسنين اللي هو مش انت الله اللي هو اسمك حسنين اللي هو اسمك حسنين واحد بلك ازاي بوه اتفرق باعنا بقى والله من انت انا بتكلم على حسنين 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 الفط فهل يا ترى في علنية ولا فيهم والاثم ما حاك في النفس وخفت ان يطلع عليه الناس مطلع عليه الناس خلاص يبقى اذا ادي ده اول مظاهر العفاف الامر الثاني هل فيه نوع من انواع طلب الحرام الحرام ده يتمثل في النوع السلام نهانا في الاداب والبرتوكولات بتاعتنا والاتيكيد بتاعنا اللياقة واللباقة انه من كنش ولد وبنت في مكان مقفول عليه ويحتاج الى النظر الخاص يعني ما عرفش ادخل عليكم الا لما اخبط كده يبقى فيه خلوة لكن البنت رجبة مع سائق التاكس هم الوحده الراجل بيسوق ودي معا كده هذا عام ده لا يحتاج ان يستأذن بالنظر ما فيش حد يعني بتاع المرور الراجل عسكر مرور بيبص عادي لما نقف في اشارة ببص كده ببص عادي بيقول ليش السائق انت ليه بتعتدي علي بالنظر لازم كنت تستأذن انا وانا قافل علي الباب لو انك بصت علي من خرم الباب تبقى انتهكت خصوصيتي ايا ما منفعش ياولاد الاستئذن بالنظر البنت جات تصلي في المسجد فلاقت فضيلة الايماء بيصلي وما حدش موجود في المسجد البنت رغبت الاسنصير واحد ركم معاه الاسنصير يقف في اي حتة ويستدع من اي حتة ويتفتح ما حدش يقول لو سمحته انا عايز ابص هنا جوه الاسنصير ادام هو مكان عام هتقول لي العام يعني ايه والخاص يعني الاستئذن بالنظر عرفنا هون ده عام وده خاص انا الوحدي انا وهي في الطريق يوفيش خلوة انا الوحدي وهي في المسجد في الاسنصير في التاكس في الشاء كله ده ما فيهش ايه خلوة فمن الاداب نمر واحد اللي اكون سر ونمر اتنين اللي نطلب به حراما ونمر ثلاثة قال لي يكون هناك شيء ضد الاخلاق هل واضح الكلام؟ اظن كده شكلك ان واضح او شكلك ان انت بتعمل حاجة وعايز تسأل عنها اقول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة